التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني حيث وجه بضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني سواء بمشاركة الوزراء شخصيا أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة كما كلف مدبولي بأعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ضمن اختصاص كل منها وذلك للإسراء في ترجمة هذه المخرجات إلى خطط تنفيذية تكريسا لدور هذا المحفل الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتح السيسي الرئيس الجمهورية في رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة اشتركوا في القناة